ممكن تكون هذه الساعة أفضل خيار لك هذه الساعة وبلا تطبيل والله بعد ما جربتها لمدة أسبوع ما صدقت أنها تباع بهذا السعر الرخيص حقيقة واحدة من أفضل الساعات اللي ممكن تجربها في 2023 أرخى السعب وهي الجي تي سي من الكيو سي واي وهي شركة معروفة عند عشاق سماعات البلوتو ويعرفوا كلهم الكاليتي اللي تختم بهذه الشركة وبما أنها جديدة في سوق سمارت ووتش قررت باش تدخل المنافسة بحاجة قوة ما شاء الله وين الجي جي تي سي بسهر الرخيص ما يفوج 25 دولار يعني هنا في السائر حوالي 500 حتى 550 نلف ولكنها بنفس جودة الكاي سي ناكت كيار وكي لافن اللي عملت عليهم ريفيو في شانل وبعد تجربتي لها نقدر ننصحكم بيها لكن تبعني يشوفوا ميزاتها وعيوب خلينا حكولها أهم نقطة القياسات اللي فيها وين تقدر تقيستك عدد الخطوات والمسافة الصحيحة وكلها مجربة والكالوريز راح تقريبي كما كل ساعة وشوف شخص على النت يقول أن الإنسان يلزم يمشي حوالي 5700 خطوة يوميا بش يتفادى لإكتئاب وهذه الساعات قيسلك عدد هذه الخطوات وحبيت هكذا نشارك معكم هذه المعلومة على الطائر مع الناس الفخمة للتابعنا وعلى بالي راح تقدر تصبر ثواني وتنزل تحت الفيديو تزيد من جماله بلايك واحدة الكومنتار قوة كمن تومه أما قياس دقات القلب ونسبة لوكسجين في الدم راح تقريبي مش داقة كما ساعات أبل وغيره ومحال تلقى هذيك الدقة في ساعة بهذا السعر لكن على بعض يعني كتقيس تعطيك بالتقريب كما قلت راح نسبة الصح حتى 92% وهاكذا بش تكون عندك فكرة صحيحة لسمارت ووت وكاين ميزة الأول مرة نشوفها في ساعة بهذا السعر وهي قياس ضغط الدم كما تشوفوا تجربة لها بس بها وراح نجرب من قياس ضغط الدم إياه داويا ومن بعدها عملت قياس بالساعة وكما قلت مش داقة 100% ولكنها كانت قريبة من الصحة حوالي 92% دائما نفس النسبة زيد كي تسحبت الغميزة قياس النوم وأنا ما نزحكش تخلي الساعة على يدك طول الليل وزيد عندك تقدر تشوف الميتيو الطخص وهذي باينة كتكون رابطها مع الهاتف ونشوفوا الـ Control Center ونشوف شوية إعدادات تقدر تخصصهم كما تحب مثلا ندير Find My Phone باش ننقع الهاتف ديالي وتحكم في سطوع شاشة هذي الساعة والشاشة بحجب 1.85 إنش والتقالة بس مش AMOLED لكن عجبوني الألوان عليها وما حكيت لكم مش على أهم حاجة وهي كيفاش يكون شعورك وهي في يدك عندك السيوار تحمل السيليكون مش قاوي لكنه قوة أفضل من الميبرو وزيد وزنها خفيف 34 هرام فقط وهي من أخف الساعات اللي جربتهم زيد جاية هكتا صغيرة تحفو بسمك قريب 10 ميلا متر مع حواف وتصميم شكل ونرجع للساعة نشوف عندك الميزات الأخرى كما الكورونو متر وميزات أخرى تفيد كوشتة رياضة وكذا زيد عندك الألار بيضح بتنظر تصلي الفجر ونلقى عندي أكثر من مود رياضي ونشوف أغلبهم متشابهين في الساعات مهمولين حتى يعطوك نفسية باش تنعضوا تدير سبور ولكن GTC فيها مود رياضي مصمم بطريقة عصرية ونزلقى كل المعلومات بديزاين قوة بما أننا شفنا كل هذو الميزات خلينا نشوفوا تطبيق الساعة ما نكتبش عليكم تطبيقهم في شوية مشاكل باش يتربط مع الساعة وبعض الهواتف لكن خلونا نشوفوا عندك هنا تضغطت هالقياسات واني سجل لك كل شي قمت به في الساعة وهنا كما تشوفوا الواتف وهذا ما باش تبدل فيما الساعة وعندك مجموعة كبيرة لبأس بها تقدر تحمل وتغيرهم حتى تكره على راحتك زيد عندك كل الخواص والتنبيهات ليقدروا يكونوا في الساعة تشوفهم هنا وتتحكم فيهم وتقدر تستعمل هذه الساعة بكثير اللغات من هاللغة العربية وفي الآخر المكالمات وربما هذا العيب الواحد اللقيته في السمارت ووش تالي هو أنه كي يتصل بك شخص ويظهر اسمه من الكونتاكت لكن ما تقدرش تحكي معه من الساعة نشوفه أنه فقط هكذا يوصلك تنبيه باسمه تقدر تقفل المكالمة وتقدر تجيب عليه من الهاتف مباشرة وبالنسبة للرسائل والتنبيهات نفس الشيء كلها تظهر بالساعة وحتى لو كانت بالعربية تظهر بشكل عادي وكيما تشوفوا الساعة كتصميم وديزاين لا بس تخرج على الرياضيين المدربين وحتى الناس العاديين أو سيد حاجة في الآخر الباطري 120 ملا أمبر أنا من تجربتي لما تكون مفصودة على الهاتف ما يزيد شحنة يعني تجيب لك الأسبوع هادي زيت فيها بلوتوث 5 لما ربطتها مع سمارتفون بالبلوتوث واستعملتها بشكل مكثف نزلت بشكل عادي يعني جبت معي حوالي يوم فقط وآخر شيء معيار الـ IPX8 نفسه الموجود في الجالاكسي Z Fold 3 وهذا اللي يعني مثلاً أنك تقدر تستحم بالساعة لكن ما نستحكش تسبح بها خصوصاً في البحر ويا أصلاً ما فيهاش موض ريالي للسباحة وقد نكونوا كملنا مع ساعة روعة اللي كانت واحدة من الأفضل والأرخص في الآلفين وثلاثة وجنيه وانتوما أيضاً جربوها وقولوا لي وش رايكم فيها أنا بشتوف جديد تقنية آية سالة